موسيقى بهدف تشجيع النزلاء على حفظ القرآن الكريم وإلمامهم بالسنة النبوية كرمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالشارقة الفائزين في جائزة الشيخ زايد لحفظ القرآن الكريم بحضور مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية وعدد من الضباط ذوي الإختصاص بالمؤسسة اليوم هذا يعتبر الحدث رافض من روافض الإصلاح والتأهيل للمؤسسات العقابية والإصلاحية في زارة الداخلية بشكل عام وشرطة الشارجة بشكل خاص فنحن اليوم نقول هذا قد يكون بداية إن شاء الله بداية إصلاح وتأهيل النزلاء في خروجهم من المؤسسة ويكون لهم إن شاء الله يكونون أفراد صالحين في المجتمع حيث حصدت المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة خلال المسابقة أعلى نسبة فائزين بين المؤسسات العقابية والإصلاحية والتي شارك بها 12 نزيلاً ونزيلاً واحدة من حفظة القرآن والتي تعد ثمر للجهود المبذولة من قبل إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة في إصلاح النزلاء وتقويم سلوكهم بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف ومؤسسة القرآن والسنة بالشارقة فست بالمركز الثاني مكرر الفئة الخامسة ومسابقة هذه أول مرة أشارك فيها وبرك الله فيهم على هذه المسابقة وعلى الفرصة الطيبة التي أعطونا إياها ونسأل الله القبول من عنده على كل حرف تمت قراءته في المسابقة من نفس الوقت نقدر جهود الإدارة عندنا عسكري محمد فاضل ووفر لنا كل جهزة التي ساعدنا في تحفيظ أو حلقات لتحفيظ القرآن وجميع هذا يساعدنا في مشاركة مثل هذه المسابقات وهذا نسمعنا في فرحة كبيرة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة تسعى إلى دعم الوازع الديني لدى النزل من خلال الأنشطة والبرامج التأهلية الدينية بالإطافة إلى تهيئة البيئة المحفزة لهم وحفظ كتاب الله وسنة نبيه الكريم حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد وللحديث أكثر حول حفل تكريم النزلاء من حفظة القرآن الكريم يسعدنا أن نرحب ضيفنا في استوديو أماسي بالنقيب جاسم المازمي ضابط إداري في القيادة العامة لشرطة الشارقة من إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية أهلا وسهلا مساء الخير مرحبا بكم اختيالية في البداية أحب أشكركم على الاستضافة هاي وأحب أشكر كل القائمين على إنجاح هذا البرنامج حيا كلا النقيب جاسم ما شاء الله هذا إنجاز جميل لإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة حيث تم الفوز لعدد من النزلاء بالنسبة الأكبر من حفظة القرآن الكريم نتحدث عن هذا الإنجاز نعم في الحقيقة نحن تلقينا دعوة من الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية الإدارة العامة طبعا هي تشرف على جميع المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة فالدعوة كانت بالمشاركة في جائزة الشيخ زايد تحفيظ القرآن الكريم من تلقينا الدعوة هذه بكل تأكيد مباشرة قبلنا الدعوة وشاركنا في الجائزة هذه الحمد لله يعني قدرنا نحصل على نسبة أعلى عدد من الجوائز على مستوى المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة كان طبعا مجموع المشاركين اللي حصلوا على الجوائز 13 نزيل بينها بين 13 نزيلة وحدة حصلت أيضا على المركز الأول في تحفيظ القرآن ما شاء الله يمكن 13 فائز خلنا نسميهم في المسابقة لكن العدد اللي شاركوا يمكن كان أكبر نعم نعم العدد اللي شاركت من قبل المؤسسة في الجائزة هذه تخطت الخمسين نزيل ما شاء الله نعم فهي كانت على مراحل الجائزة هذه اللي تأهلوا لغاية النهاية وفازوا بالجوائز هذا العدد ما شاء الله نقيب جاسم ما شاء الله يعني هذا الانجاز وحصول أكبر عدد من النزلاء عندكم يعني في حفظ القرآن دليل على الاهتمام البالغ الذي يحظن به هو الدعم المستمر نتحدث عن هذا الدعم الحمد لله يعني نحن عندنا شركاء دعمين لنا في المؤسسة طبعا ما ننسى الشركاء اللي دعمونا في الجائزة هذه أخص بالذكر دائرة الشؤون الإسلامي والأوقاف وكذلك منسسة القرآن والسنة بالشارجة هم كانوا دعمين أساسيين في الجائزة هذه من خلال تقديم وإرسال لنا المحاضرين ومشايخ الدين اللي كانوا يحضرون لغاية المؤسسة عندنا ويقدمون المساعدة للنزلاء في تحفيظهم للقرآن نعم إذن هم من يتم يمكن من خلالهم متابعة النزلاء بشكل دوري ومستمر نعم من خلال المحاضرين ومشايخ الدين اللي يحضرون عندنا كانوا بشكل يومي هم اللي يشرفون على تحفيظ النزلاء للقرآن وتجويدهم للقرآن جميل جدا ما شاء الله كذلك يمكن اللي يحفظ القرآن الكريم يمكن هناك عفاءات معينة أو مكافآت معينة يحصل عليها النزيل نعم بكل تأكيد أن حفظ القرآن في الأول أجر عند رب العالمين أكيد يعني في المؤسسة عندنا طبعا اللي يحفظ القرآن تكون لأولوية في أقرب عفو العفو طبعا نحن عندنا كذا مناسبة فيها عفو صحيح عفو في رمضان العفو في عيد الأضحى في العيد الوطني يعني كلها مناسبات نحن يكون فيها عفو من رئيس الدولة أو سواء من حاكم الشارجة فأقرب عفو يكون موجود يكون لأولوية لأولوية فنرشح اسمها للعفو هذا جميل جدا وهذا يمكن يعطيهم حافز أكبر والإصرار على الحفظ نعم ماشاء الله يعني هذه الفعاليات التي تحرصون على إقامتها بشكل مستمر والمتابعات من قبل الجهات المتخصصة كذلك يمكن لها تأثير أكيد كبير على النزلاء وكذلك أيضا تندرج ضمن حقوق الإنسان لم تغفلون كذلك هناك في المؤسسة العقابية والإصلاحية عن حقوق الإنسان متوفرة أكيد بشكل كامل وكبير من قبلكم نتحدث عن هذا الجانب نعم في الحقيقة نحن في صدد استحداث مكتب حقوق الإنسان في المؤسسة طبعا القيادة حريصة على موضوع حقوق الإنسان طبعا حقوق الإنسان بشكل عام يعني في المجتمع أفراد المجتمع يحظون بحقوق الإنسان من احترام حقوقهم وعدم المساس في كرامتهم الشريحة الموجودة في المؤسسة هي جزء من المجتمع وبالتالي نحن حريصين بأن نحترم إنسانيتهم وما نسمح لأي إنسان بأن يتعدى على كرامة الشخص هذا بغض النظر إذا هو كان نزيل أو كان شو ما كان إذن الحقوق مكفولة؟ نعم بضافة الحقوق مكفولة بشكل كامل للنزلاء من أول ما يدخل المؤسسة لغاية ما يخرج من المؤسسة نقيب جاسم حدثنا أكثر عن هذا المكتب الذي سيتم استحداثه نعم طبعا قبل فترة بناء على توجيهات واعتماد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تم إطلاق لجنة وطنية لحقوق الإنسان في الدولة عندنا وكذلك حرص القيادة العامة بشرطة الشارجة على احترام وحماية حقوق الإنسان من هذا المنطلق نحن قلنا في المؤسسة عندنا شريحة من المجتمع وفئة لو بسيطة من فئات المجتمع نعم فالفئة هذه بغض النظر مثل ما قلت أن هذين نزلوا هذين في الأساس بشر تعالنا حالهم يمكن في مرحلة من مراحل حياته أخطأ والخطأ هذا أدخل المؤسسة لكن ليس معنات أننا نتخلى عنه أو ما ندعمه أو ما نساعده صحيح فالمكتب هذا الهدف من استحداث المكتب هذا حماية حقوق النزلاء في المؤسسة النزيل من يدخل المؤسسة له حقوق صحيح وعليه واجبات يتم التعريف بحقوقه يمكن من أول ما يدخل أننا نحن في المؤسسة يتم توزيع وتسليمه كتيب وصغير يكون فيه حقوقه والواجبات المطلوبة منه جميل فمن حقوق النزلاء طبعا في حقوق أساسية يعني لا لا نسمح لأي حد أن يحرمه من الحقوق هاي نعم مثل حقه في المأكل والمشرب مثل حقه في الرعاية الصحية مثل حقه في الاتصال الخارجي سواء مع عائلته أو مثلا الجنسيات الثانية اللي موجودة في المؤسسة نعم الاتصال مع القنصليات والسفارات فالحقوق هذه يعني من أساسية للنزيل هاي نحن ما نقدر نحرمها من صحيح وجميل بعد أيضا يعني الروح المبادرة أنكم تقدمون هذه الكتيبات للتعريف يمكن موش الكل يعني فاهم وعارف هذه الحقوق لكن كنوع من المسؤولية من قبل القيادة العامة لشرطة الشارقة تجاه النزلات تقدم هذه الكتيبات للتعريف بحقوقهم وواجباتهم علشان يكونون يعني ملمين وعارفين أكيد بهذه الأمور كذلك الخدمات التي سيقدمها يمكن هذا المكتب متعددة ومتنوعة نتحدث عن هذه الخدمات في الحقيقة المكتب هذا يعني بيكون مشرف على إقامة البرامج التعليمية أو البرامج الدينية أو البرامج الثقافية أو البرامج الرياضية هذه البرامج طبعا كلها تندرج تحت مسمى حقوق الإنسان في نزلة طبعا يكونون موجودين يعني النزيل دام أنه موجوده في المؤسسة نفسيته أكيد بتكون يعني سلبية صحيح فمن خلال البرامج هذه اللي نحن نقدمها للنزلة نستبدل الطاقة السلبية اللي في داخله إلى طاقة إيجابية يقدر يفرغ الطاقة السلبية هاي إلى إيجابية بالتالي تأثر على نفسيته وتكون وتأثر كذلك على سلوكه في المؤسسة إذا كانت نفسيته إيجابية وما يفكر في العالم الخارجي المحيط فيه أكيد أن سلوكه بيكون طيب ستنعكس عليه أكيد بشكل إيجابي هذه المبادرات المتميزة منها الرياضية مثل ما ذكرت ومنها حتى اكتشاف يمكن المواهب كذلك وكذلك يمكن في بعض الأشغال اليدوية والأمور هاي اللي تم العمل عليها كذلك وتسويقها كذلك في الخارج نقيب جاسم خلا شوية نتكلم عن هذه المبادرات المتميزة التي يتم تقديمها للنزلة نعم في الحقيقة من خلال البرامج اللي نحن قدمناها ونقدمها للنزلة اكتشفنا مثل ما تفضلتي مواهب في النزلة يعني عدنا ما شاء الله رسامين يعني في النزلة عدنا ما شاء الله الحرفيين اللي عدنا منجرة منجرة صغيرة في المؤسسة شغالين عليها عدد من النزلة ما شاء الله عليهم يعني محترفين في هذا المجرد محترفين في مثلا في تصنيع الطاولات أو الكراسي أو الأشياء اللي نحن يعني بالفعل سوقنا للمنتجات هذه وبالفعل في زباين لها يعني ويشترون منها يعني ومشاء الله وهذه حرفة مثلا يتقنها كذلك النزيل في حال إن شاء الله خروجه يتم العمل على هذه الحرفة بشكل أفضل نحن يعني بالإضافة للحرف هذه عدنا كذلك اللي هو برامج أو دبلوم السفر والسياحة هذه شهادة علمية معتمدة من التعليم العالي النزيل يدخل في البرنامج التعليمي هذا طول ما هو موجود في المؤسسة مدة البرنامج هذا سنتين بعد السنتين إذا محكوميتها بعدها موجودة يحصل على الشهادة والشهادة هي بتكون موجودة عندها لغاية ما يطلع من المؤسسة وإذا خلال السنتين طلع قبل السنتين يقدر أن يكمل الدراسة هذه بعد ما يطلع بعدها هذا بخصوص دبلوم السفر والسياحة اللي حاب أن يكمل دراستها مثلا ما يكمل دراستها أو الدراسة الجامعية أو دراسات عليا هل يتم تقديم هذا الدعم هذا المساعدة؟ الحمد لله نحن بالتعاون مع جامعة الشارجة وكلية الأفق لا نقصرين معنا في الجانب هذا أبدا النزيل اللي حاب أن يكمل دراساته العلية أو حتى الدراسات المدرسية نعم نحن استكمال الثانوية استكمال الثانوية أو حتى الإعدادية نحن الحمد لله يعني الجهات الخارجية مثل وزارة التربية والتعليم مثل جامعة الشارجة كلية الأفق هذه الجهات كلها تدعمنا وتساعدنا في الموضوع هذا الحمد لله نعم جميل جدا يعني استثمار هذا الوقت الذي يقضيه النزيل في في المؤسسات العقابية والأصلاحية أن يستثمر هذا الوقت في أن يكون خريج جامعي يستخدم مهارات معينة يكتسبها وخبرات وحرف متميزة كيف يعني هذه المهارات والدهم الذي تقدمونه من قبلكم للنزلاء كيف يؤثر على النزيل حتى بعد خروجه من المؤسسة نعم مثل ما ذكرت في السابق أن النزيل بعد ما يخلص فترة دراسة يحصل على الشهادة نعم الشهادة هي مثل السلاح عنده بعد ما يخرج ويخلص مدة محكوميته شهادته موجودة في يديه يقدر أن يقدم فيها على أي جهة من الجهات ويحصل على الوظيفة هذا بالتأكيد أنه دام أنه عنده الشهادة واستثمر وقته أثناء وجوده في المؤسسة ويحصل على الشهادة هذه بعد ما يطلع ما في شيء يمنعه أنه يتوظف صحيح ويكون عنصر فاعل في المجتمع كذلك يتوظف ويفيد مجتمعه ويفيد أسرته نعم بالإضافة إلى هذه الأمور يمكن كذلك في محاضرات معينة تقدمونها إعادة تأهيل للمقبلين مثلا أنه تكون انتهاء محكوميتهم فنتحدث عن هذه المحاضرات التي تقدمونها نحن في الحقيقة خاصة النزلاء لقضاياهم في المخدرات قبل ما يخلص فترة محكوميته قبل الإفراج عنه بفترة شهر أو شهرين نقدم له محاضرات ودروس توعوية في المخدرات وأثار السلبية عليه كشخص وعلى أسرته وعلى مجتمعه فمن خلال المحاضرات هذه التي نقدمها للنزلة يعني أكيد أن النزيل يتأثر بالموضوع هذا ويعيد النظر في التصرفات جميل جميل هذا الدعم الذي يقدمونه في القيادة العامة لشرطة الشارقة خصوصا للنزلاء كذلك العنصر النساء يحضون بهذا الدعم كذلك وربما مثل ما نعرف هناك أيضا حضانات مخصصة كذلك نتحدث عن هذا الجانب فيما يخص النزيلات طبعا النزيلة تدخل عندنا وعندها مثلا طفل ما تعده مثلا السنتين نعم في حضانة موجودة عندنا في المؤسسة تكون الأم قريبة من طفلها بحيث أن في فترات معينة تقوم برضاعة الطفل هذا تكون قريبة من الطفل هذا في التأكيد يعني أن النزيلة خصوصا اللي عندهم أطفال صغار نعم حيثي الولادة فهذه الفترة تكون صعبة للأم إذا كانت بعيدة عن طفلها صحيح ما يتم حرمانها من أبنها لا أبدا أبدا تكون معها لفترات معينة تكون مع الطفل تردعه ولا تتجلس معه ولا تداري طول اليوم نعم كذلك هي من حقوق الطفل قبل ما تكون من حقوق الأم أن يكون موجود مع أمه وتراعون يمكن جانب حقوق الإنسان في هذا الموضوع بكل تأكيد هناك أيضا يمكن مبادرة بما يسمى ببرنامج سند نعم نتحدث عن هذا البرنامج برنامج سند طبعا المؤسسة بادرت بالبرنامج هذا من خلال تقديم الدعم لأسر النزلاء نعم الدعم هذا يعني فيه كذا نوع من من أنواع الدعم فيه دعم تقديم مواد غذائية لأسر النزلاء جميل تقديم الحاجيات الدراسية لأبناء النزلاء قبل بداية الفصل الدراسي جميل فكل تأكيد أن النزل دام أنه موجود في المؤسسة ويشوف أن المؤسسة تقدم لأسرته ولأبناء دعم هذا بكل تأكيد أن هذا أكيد بيأثر على نفسيته صحيح ويمكن يكون نوعا ما يعني مطمئن أنه ما يتطول الوقت يكون مثلا شغل باله يمكن موضوع أسرته يعني جميل هذا الاهتمام ليس في النزل فقط ولكن يتعدى للاهتمام بأسر النزلاء كذلك في القيادة العامة لشرطة الشارقة والاهتمام ب يعني يعني صنع ما تحويل هذا يمكن الشخص الذي يمكن ربما ينحرف في يمكن بعض في وقت يمكن طيش أو أي شيء منها القبيل وتحويل هذه الغلطة إلى مثلا استثمار جميل يعني يخرج به هذا الإنسان يكون في النهاية عنصر فاعل في المجتمع وبذلك يعني صناعة يمكن من الأمور السلبية تنتج في النهاية أمور إيجابية وهذه يمكن النظرة المميزة التي يمكن تنظر بها القيادة العامة لشرطة الشارقة لأنه لا تنظر لهم بنظرة إنسانية جميلة وتخلق يمكن عناصر فاعلة إعادة دمجهم كذلك في المجتمع نحن ساعدنا بالحديث معك اليوم وشاكرين لك حضورك ومشاركتنا هذه المبادرات الجميلة من قبلكم كل شكر والتقدير للنقيب جاسم المازمي ضابط إداري في القيادة العامة لشرطة الشارقة من إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية شكرا جزيلا شكرا لك إذن مشاهدين الكرام إلى هنا تنتهي فقرات برنامج أماسي لهذه الليلة نشكركم على حسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة